نغش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عمر العامري سبل توفير احتياجات مديريات الصحراء الست من المشاريع الخدمية والتنموية ذات الأولوية الملبية لتطلعات المواطنين وتعرف الوكيل العامري بحضور وكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الصحراء محمد الصيعري من مدير عموم المديريات تعرف على جهود السلطات المحلية في وضع البرامج والخطط لاستيعابي مشاريع البرامج الاستثمارية وحصت تلك المديريات من مخصصات النفط في المجالات الرئيسية المياه والصحة والتربية والطرقات والكهرباء وأكد العامري على أهمية وضع دراسات فنية للاستفادة من الطاقة الشمسية لتوفير احتياجات الناس من الكهرباء